السلام عليكم. حبا يا ابناش. عباسان ويام ما اخبرك يا رب تكونوا بخير. فيديو دي من انتاني ومعكم اخوكم زياد للحظر. الفيديو بتاع النهاردة مختلف شوية. هيتكلم النهاردة اكتر عن التنسيق. ترى المواقع ما قفلتش ليه وهيقفل امتى? وهل في مشكلة ولا لا? وهنعرف ما بعد كمان ازاي بيختاروا الكليات وبيختاروهم على اساس ايه? وانا ازاي هكون في الكليات دي. كمان هيتكلم مع بعد عن معايد نتيجة التنسيق هيكون امتى? زي ما احنا عارفين ان يوم التلاتة الموافق تلاتة العشرين اغسطس في اتنين وعشرين ده هيكون اخر معادل تسجيل الرغبات السنوية العامة للمرحلة التانية. بس في ناس كتير بعطولي احنا باني يوم الاربعة اربعة وعشرين اغسطس. وموقع لسه شغال. متاح ان احنا نغير رغباتنا او نعدل. طيب هل في مشكلة الناس كتير كتير تقلقنا من الموضوع ده مش عارفين اللي بيحصل بالزبط. لان كلمتوقع الموقع هي في اليوم التلاتة اللي هو مبارح. ونتيجة تظهر يوم الاربع مقارنة او زي طلاب المرحلة الاولى. افل في يوم ونتيجة ظهرت في اليوم اللي بعد. عايزة طب منكم وقال لكم ما تلقوش من اي حاجة. وارد جدا ان يكون في الاخباطة في الموقع او لوزارة تكون ما افلتوش. مش معنا ان هم قد يوم التلاتة با هو هفل فعلا يوم التلات. وارد جدا وبيحصل وفعلا حصل في كزا سنة. بس غالبا بيحصل في المرحلة التانية او مرحلة التالتة. طب ليه الكلام ده مش بيحصل مثلا في المرحلة الاولى. لان المرحلة الاولى غالبا بيكون عليها ثبوت شوية. فلازم يكون اه المعاد في مصبوط. وكمان الوزير بيطلع في مؤتمر صحفي وبيتكلم فيه. لكن المرحلة التانية او التالتة طبيعي جدا انه يتأخر. اهم حاجة محدش يلقى خالص من النقطة دي. يعني الموقع يتأخر مفيش اي مشكلة خالص. تأخر يوم او اتنين ونتيجة تظهر في يوم التالت بيك كتير قوي. في نقطة مهمة جدا جدا لازم تكون واخد بلك منها قوي لان ها حاجة مهمة تفرق معاك. لو انت حابب تغير رغباتك او حابب تعدل انا بنصحك بلاش. سيب انت كتبتو كده وخلاص. لان لو انت دخلت الموقع ممكن لقدر الله في اي وقت ولا حاجة الموقع يقفل عليك والرغبات كلها اصلا تتمسح. فانا بنصحك لو انت حابب تعدل او حاجة فانا مش بنصحك بكده خالص. تحسبا ان ممكن يحصل مشكلة. لان الموقع عارف لو انبارح كان ممكن اقول لك تمام يوم التلاتة مفيش اي مشكلة انك تغير الرغبات او حاجة. لكن احنا يوم الاربع دخلنا في معايد غير اللي هو متحدد. فما اضمنتش اللي ممكن يحصل. ممكن الموقع يقفل في اي لحزة عليك وتحطف مشكلة ورغباتك يتم استنفاذها. يبقى اهم حاجة وخد بالك ملكش تعمل موقع خالص. يقفل براحته او ما يقفلش يقعد سنة سنتين ما تقلقاش خالص. انت مفيش عليك اي حرج ومفيش عليك اي مشكلة خالص. يبقى اول نقطة في فيديو بتاعنا النهاردة محدش يقلق خالص من فكرة ان الموقع هتمده يوم او حاجة. ده عادي جدا. ممكن يكون في خلال فيه عطل او ممكن يكون مفيش عطل خالص. وهم مدوها عادي بس من غير ما يعلنوا. بس خليك في الامان وما تخلطش تعادل وخلاص. نيجي انتاني نقطة معنا في في على النهاردة ونقطة مهمة جدا برضو هو بيتم اختار الكلية على اساس ايه? الناس كتب طاعة تبعات لي. انا مسلا حابب اكتب الرغبات بتاعتي مرحلة او مرحلة تانية او انشاطة في مرحلة التالتة. بس مش بيكون مكتوب جنبها درجات الكليات او الحد الادنى للكلية. انا هكتب على اساس ايه? انا هقول لك تمام وركز معايا قوي. في البداية كده انت عندك خمسة وسبعين رغبة. فلنفترض مسلا انك جايب اتنين وتمانين في المية. وانت عندك خمسة وسبعين رغبة. هتكتب اول رغبة مسلا قولية طب بطري جامعة اسماعيلية. تانية رغبة مسلا انت بطري المنصورة. تلاتة رغبة بطري القاهرة. هتكتب حوالي مسلا عشر كليات طب بطري تحت بعض. طب هل كده? هالمعنى ده ان كده كده هيجي لك طب بطري? لا طبعا. لان طب بطري الحد الادنى بتاعها بيكون غالبا مسلا من ستة وتمانين ممكن يكون سبعة وتمانين في المية. والحد اللي انا ده بيتحدد ازاي? انا هقول لك ازاي. فلنفترض مسلا ان كليات طب بطري جامعة المنصورة التقى للسعبية بتاعتها حوالي خمسمائة طالب. وفي حوالي تقريب مسلا سبعمائة طلب حابين يكتبوا كليات طب بطري او عايزين طب بطري. تمام. هيفتح مواقع التنسيق هيكتبوا طب بطري في الرغبة الاولى. وهيشوفها تجيلهم ازاي. تمام. كليات طب بطري جامعة المنصورة مسلا عايزة خمسمائة طالب. بيبقى هياخدوا اعلى خمسمائة طالب مقدمين. في حين ان اصلا فيه سبعمائة مقدمين. يبقى فيه متين طالب مش هيقبلوا في طب بطري وهينزلوا على الرغبة اللي بعدها. تمام? كل كلية بيتم تحديد نسبة معاناة من الطلاب محتاجاها. او محتاجينها. فعشان كده انت بتكتب خمسة وسبعين رغبة. لو مسلا انت مش من ضمن العدد المتاح في الكلية رقم واحد. بينزل على اتنين. لو مش متاح في اتنين بينزل على تلاتة. وتفضل تنزل وهكذا لحد ما توصل لرغبة رقم خمسة وسبعين. يبقى محدش يقدر يقول لك مسلا ان طب بطري منصورة هتاخد السنانية مسلا من سبعة وتمانين. طب هو عارف منين? لو اي حد قال لك كده اعرف ان كلام مش مصبوط وده مجرد او بيقول اي كلام مش مصبوط وخلاص. عشان تكون عارف كل كلية بيكون لها نسبة معينة. والطلبة كلها بتقدم. حتى لو فيه مسلا خمسين الف وطالب عايزين طب بطري. وطب بطري عايزة مسلا ميتين طالب بس. يبقى يخلون ميتين طالب اعلى ميتين طالب في المجموع. في الخمسين الف مسلا والبقى مش هيقبل. هينزل على الرغبات اللي بعدها ويتوزع عليهم. ويشوف برضو ازا كان ينفع يدخلها حتى بالتقل للسيعبية ولا لا. مسلا اول ما بيتقدم على موقع الوزارة للتنسيق. اه فلنفترض انك جايب خمسة وستين في المية علم علوم. وانت كتبت كلية الطب بطري رغبة اولى. في حوالي مسلا عشرة جايبين ستين في المية. عشرين خمسة وستين. آآ تمانين مسلا جايبين آآ فوق ستة وتمانين في المية. اول حد ليه الاولوية? هو المجموع العادي. فاول طلبة هيخشوا الكلية مسلا اللي هما جايبين ستة وتمانين او سبعة وتمانين في المية. بعد كده بيبدأ ينزل لحد ما الكلية تكتفي. وطبعا مش هتوصل لحاجة وستين في المية. فبتكون اكتفت مسلا عند وليكن ستة وتمانين في المية او خمسة وتمانين في المية. سؤال مهم جدا دايما بتسئل لي على طول وناس كتير حابين يعرفوا. انا ازاي بقدر اعرف ان الكليه بتاعتي جات لي او انا في كليه ايه? هعرف الكلام ده ازاي? انا هقول لك ازاي. اول ما موقع بيقفل بتاع الوزارة انت بتدخل لموقع عادي جدا. هيكون موجود قدامك كده مكتوب الان نتيجة المرحلة التانية. مكان تسجيل الرغبات خلاص معاتش في رغبات. اقول لك الموقع مغلق بينقصين كده. الان نتيجة المرحلة التانية. هتدخل رقم جدوسك بالرقم السر بكل حاجة. هيزهر في وشك كده ورقة على طول مكتوب فيها اللي قد تم ترشيحكم مسلا لكلية الطب البطري. كلية التمريد لكلية مسلا حسبتكم معلومات. تربية اداب. ايا كان. يبقى ان شاء الله وقت ما الموقع بيقفل انت هتدخل موقع تاني وهتفتحه. هتلاقي مكتوب قدامك كده الان نتيجة رغبات المرحلة تانية. وبكده يكون مبروك عليك. مش كده وبس كمان التنسيق هيبدأ ينزل. هيقول لك مسلا كلية تمريد جامعة المنصورة خليت من مجموع كزا. تمريد ضمنات خليت مسلا من مجموع كزا. طيب اكلم ده كل اتحدد ازاي? يبقى زي ما اتفقنا في الفيديو بتاعنا النهاردة. على حسب اعداد الناس المتقدمين لكلية. لو مسلا شريحت الناس جايبين مجموعة عالية جدا. يبقى الكلية هتقابل مجموعة عالية جدا. نيجي طالما الوزارة محددتش معايد او الموقع فضل مفتوح كده. يبقى صعب نتوقع تزهر امتى? بس غالبا نتوقع ان الموقع ممكن يقفل مسلا يوم الاربع بالليل اللي هو النهاردة. مش ده مش اكيد طبعا ممكن يقفل اليوم الخميس انك تزهر الجمعة. ويزهر السبت عادي جدا. طالما حصل خلل او حصل مشكلة. يا او محدش ده انا توقع. بس كل اللي عليك ان تعمله انك ما تقلقش خالص من اي حاجة وان شاء الله كده هتعرف نتيجتك. واتطمن خالص. بس كده بكده يكون فيديو بتاع النهاردة خلص. اتمنى ما كش طولت عليك فيديو خفيف كده بسيط. اتمنى تكون قدرت ابسط لك النظام فيه شوية. كمان حابة اتكلم عن التنسيق. ترى التنسيق هيعلى ولا التنسيق هيقل? برضو احب اقول لك الله اعلى واعلم. محدش يقدر يتوقع. لو حد قال لك ياخد مجموعة كزا مسلا كلية ولكن اداب هو بيتحك عليك. لان التنسيق مش بينزل اصلا غير بعد ما ندكتو بتظهر. انتو اللي بتحديدو التنسيق مستحيل تدخل تلاقي مسلا كلية كزا دي اخدها من كزا دلوقتي. كلام ده مش بيظهر غير بعد النتيجة بتاعت التنسيق ما بتظهر. بس توقعات ممكن كلية التمريد تزيد مسلا من اتنين لاربعة في المية. على حسب الناس المتقدمة للكلية. يبقى دايبي اكد صحة كلامي في الاول. لو في الات كبيرة دخلة طبيعي الكلية مجموعة بيعلى بياخدوا اعلى الطلاب. بس برضو في الاول في الاخر محدش بيقدر ان هو يتوقع التنسيق. عشان كده سيبوها على الله. التنسيق ممكن يطلع ممكن ينزل. احنا مهما تكلمنا او مهما توقعنا مش هنستفاد حاجة اصلا. فكل اللي عليك انك تعمل وانك تقول يا رب وتسيبها على الله. عشان نستوى تبقى تقول احنا مسلا خايفين. او احنا قلقانين ما جيبش الكلية دي او كده. لك ما تقلقش خلاص هانت كل يوم او اتنين. او كدلها كل جديد. كم معكم اخوكم زياد الحصري وشكرا.